موسيقى نشرة اخبارية مفصلة من اوريانت نيوز والبداية باهم العنوين وفد من ميليشيا اسد يزور الاردن ويلتقي ضباطا اردنيين الشبكة السورية توثق اكثر من مائة الف معتقل في سجون نظام اسد تجدد المظاهرات المطالبة بحكم مدني في الخرطوم والامن السوداني اعتقل عشرات الناشطين الجيش الاسرائيلي يعد سيناريوهات الهجوم على اهداف في ايران وفي نشرتنا ايضا ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل لاربعة وعشرين قتيلا ومئات المصابين موسيقى اهلا بكم دخل وفد يضم ضباطا من ميليشيا اسد الى الاردن عن طريق معبر نصيب جابر الحدودي وذكرت مصادر محلية ان الوفد التقى عددا من ضباط الامن الاردنيين خلال اجتماع لبحث عدد من الملفات كان ابرزها الوضع الامنية في الجنوب السوري وملف تهريب المخدرات على الحدود السورية الاردنية للمزيد ينضم الينا عبر الهاتف المحلل السياسي شاكر الجوهري مباشرة من عمان مرحبا بك استاذ شاكر بداية ما تفاصيل هذا اللقاء بين ضباط من ميليشيا اسد والسلطات الاردنية اهلا بك وبجميع السادة مشاهدي اورين كريس حقيقة لا توجد معلومات تسرر حتى هذه اللحظة عما جعل تعرف تماما ان دائما مثل هكذا اتصالات ولقاءات تتم بسرية مطلقة ولكن المعلومات السابقة التي مثلت ارضيا لما حدث هذا اليوم بحال صحة الاخبار المتساعمة لكم فان الجانب السوعي معني تماما بعض اغضاب الاردن في الوقت الحالي سيمة وان معلومات كانت قد وزعت وانتشعت بشكل واسع في الايام القريرة الماضية تفيد بان ماهر الاسد شقيق الرئيس بشار الاسد يقوم بالاتجار بالمخدرات ويهربها الى دول خليجية وفي الجزيرة العربية عبر الاراضي الاردنية وكذلك الى لنا مثل هذه المعلومات في بلده يعاني فيه الامارين جراء انتشار المخدرات فيه بالتأكيد لن يرحب مثل هكذا ممارسات غير ودية بل هي معادية وان مثل هذه الممارسات من شأنها ان تضع كثيرا بالمجتمع الاعدني وبابناء الاعدنيين وخاصة الشباب منهم وطلاب المدارس والجامعة وبالتالي في حينه اعلن من دمشق وسعب الاخبار من دمشق تفيد بان مثل هذا الوضع سيأتي وسيزور عمان ولا ادعي ان وصل الى عمان فعلا ام انه اكتفى باللقاء مع ورد اردني مقابل في المنطقة الحدودية بين البلدين ما بين مركزي جابر ونصيب هل يمكن ان تنتج هذه اللقاءات حقا عن ضبط الحدود والوضع الامني في الجنوب يعني دعني استحضر الموقف الاردني من هذه المسألة فقد سبق للاردن ان اتصل هو مع الجانب السوعي وكذلك معروس من اجل ان يضمنوا عدم الاضرار بالامن الاردني عبر الحدود السورية الاردنية خصوصا وان الاردن معني تماما بعدم انتقال الحرب في سوريا الى داخل الاراضي الاردنية على نحو من شأنه ان يضعوا بامن الاردن وكذلك ان تؤدي الى ربما بعض الفلتان الامني داخل الاردن نفسه الاردن معني بعدم حدوث ذلك داخل اراضيها على الاردن شكرا المحلل السياسي الاستاذ شاكر الجوهري حدثنا مباشرة من عمان شكرا جزيلا لك وثقت الشبكة السورية لحقوق الانسان اكثر من مائة الف معتقل في سجون ميليشيا اسد منذ مطلع العام الفين واحد عشر وبحسب التقرير فان من بين المعتقلين اكثر من الفين واربعمائة طفل وخمسة الاف وثمانمائة امرأة مشيرا الى ان الاحصائية تمثل الحد الادنى من حوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري نظرا للصعوبات التي تواجه عمليات التوثيق اختطفت ميليشيا قسى تسعة مدنيين بينهم ثلاث نساء وطفلان خلال عملية دهم نفذتها في مخيم الهول شمال الحسكة وذكرت مصادر محلية ان عناصر الميليشيا اجروا عمليات التفتيش لعدد من الخيام في اقسام من المخيم بحجة البحث عن مرتبطين بتنظيم داعش واقتادت المختطفين لجهة مجهولة في سودان جدد المتظاهرون مطالبهم بحكم مدني حيث تجمع الالاف في شوارع العاصمة الخرطوم على الرغم من قطع الاتصالات في معظم انحاء البلاد واعتقال قوى الامن العشرات من الناشطين مباشر من ولاية كسلا في موقف ضخم جدا بهادر الرافض للانقلاب العسكري اشتركوا في القناة للمزيد ينضم الينا المتحدث باسم تجمع المهندسين السودانيين الأستاذ مهند النور مباشرة من نيوكاسل مرحبا بك أستاذ مهند تفاصيل اكثر عن هذه الاحتجاجات مطالبهم وكيف تعاملت السلطات معهم اهلا بك ومشاهدك انا الناشطين يتجمع المهندسين وليس المهندسين نعم تظاهرات اليوم هي تظاهرة خامسة في جدوى المظاهرات في ديسمبر وهي اخر مظاهرة في هذا العام خرج الآلاف في كل مدن السودان تقريبا في القرطوم والعالم ومسلطة خارجة الجمعانير في بحري في الجدوان وفي القرطوم بكل اسف استغلت ارواح ثلاثة سهداء حتى الان انتجر ضربة مباشرة بالرصاصة الحي هناك عشرات جرحة في حالة خطرة جدا كالعادة منع المصابين من تلقى العلاج قطعت الشرطة طريقة لعرابات الإجعاف تم غفل دمية الكباري اغلاغا اغلاغا تاما بالحاويات الضخمة لمنع المظاهرين من الدخول الى محيط الغصر ورغم ذلك دخل المظاهرين مدينة خرطوم الى شارع الغصر الى محيط لا زالت الهوة الإقلابية ترتكب الجرائم ضد الإنسانية في حق شعبنا شعبنا الصامد ولا لازل تظاهرات مستمرة وتينشر جدوى المظاهرات في يناير في الأيام المقبلة تتواصل التظاهرات الى إصباب حق النظام الإقلابي وتسجيل السلطة خالصة للمدنيين ومحاكمة كل من أجرم في حق شعبنا سيد مهند هناك حديث عن اعتقال عدد من المحتجين ما عددهم ما مصيرهم ولكن العشرات والمحتغلين تم احتغالهم منذ الأمن تمت عمل المداهمة الى المنازل وإلى مغار العمل تم احتغال بعض ظالج المغاومة من داخل اجتماعات سلمية هي تجمعات سلمية من حقهم الى اجتماع ومن حقهم الى تظاهروا تم الغب كذلك على عدد من النقابيين ضمن منهم أن الاحتغالات ستصوص التظاهرات لكن ما لا يعلمه أن بجان المقاومة وتجمع النهانيين والأجسام السوري على الأرض ليست رأسية إنها أفقية والغض على بعض القيادات أو بعض الرفاق لن يمنع التظاهرات وهذا ما حدث بالفعل بطل وخدمة الانترنت كذلك ضمن منهم أن هذا سيعيق حركة الثلاثة لكن لدينا وسائل آمنة وفعالة للتشفيق والتواصل أثبتت جدواها رأيتم اليوم المظاهرات الحاشبة في كل مدنة السودان رغم يقضع الانترنت رغم يقضع للتصالة الداخلية الآن الجنرال في مدهاته الأخيرة لا يملكون سوى الحوف لا يملكون سوى البطش والاقتصاف الذي حدثت في ظهور الماضية لكننا نملك القضية ونملك السلاح الماضي وهو السلاح السلمية شكرا وصموذ وعراضنا بالسلمية أكتفي معك بهذا القدر المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين الأستاذ مهند النور حدثنا مباشرة من يوكاسل شكرا جزيلا لك عرض الجيش الإسرائيلي على حكومة بينت عدة سيناريوهات محتملة لضرب أهداف داخل إيران ونقل صحيفة هاء ريتس الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الجيش سيكون مستعدا لضرب إيران والجماعات التابعة لها وجعلها تدفع ثمنا باهظا بمجرد موافقة الحكومة صادر دورية أمريكية نحو ثلاثمائة وخمسة وثمانين كيلو جرام من الهيروين في بحر العرب تقدر قيمتها بنحو أربعة ملايين دولار أمريكي وقال مسؤولون أمريكيون إن الدوريات الساحلية ضبطت المخدرات على سفينة صيد يعتقد أنها إيرانية بعد هجوم كبير نفذته ضدها ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية باهية شمال شرق البرازيل لأكثر من أربعة وعشرين شخصا في حين وصل عدد المصابين لأكثر من أربع مائة وثلاثين مصابا ترجمة نانسي قنقر نهاية النشرة لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني orian-news.net طابت أوقاتكم بأمان الله موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة